المحاولة الفاشلة الأولى كانت بإرسال الميليشيات طائرة مسيرة من صنعاء باتجاه جازان في تمام الساعة العاشرة وخمس واربعين دقيقة مساء أمس قوات التحالف اعترضت الطائرة وأسقطتها لتليها بعد ساعة محاولة أخرى وطائرة مسيرة ثانية أطلقتها ميليشيات الحوت باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عزير يأتي هذان الهجومان ضمن سلسلة الأعمال العدائية والإرهابية المتكررة التي تشنها الميليشيات الحوتية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية التحالف جدد تأكيده باستمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الميليشيات الإرهابية واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أعمالها العدائية إضافة إلى تحييد القدرات الحوتية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وطالما كشف التحالف لمجلس الأمن والمجتمع الدولي عن الأدلة الواضحة لتورط إيران في دعم الحوتيين وتزويدهم بالأسلحة من سواريخ باليستية وطائرات بدون طيار يتم إطلاق معظمها من صعدة وشمال عمران وصنعاء ملوك الشيخ العربية